على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية وأيضاً يعد هذا الملتقى فرصة حقيقية للتقارب الفكري وتبادل الرؤى والتجارب ما بين مجتمع الصناعة في العالم صناعة في مصر تلك الكلمة والتي يقف خلفها أياد مصرية قدمت أعظم الإسهامات للحضارة الإنسانية منذ فقرية تاريخ ورجال صناعة وطنيين دعموا الصناعة الوطنية في كل الظروف وأيضاً شركاء نجاح من المشتثمين الأجانب والذين أدركوا أهمية مكانة مصر في خريطة الصناعة العالمية السيد الرئيس الحضور الكرام لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم في العالم نظراً لأظروف الاقتصادية واللحظة الاقتصادية الفارقة التي يشهدها العالم أجمع وعلى الرغم من ذلك فإننا نؤمن أن ما قدمت لنا الصناعة ورجالها من قدرة على التكايف وتخطئ الصعاب لهو خير دليل على أن المستقبل سيشهد تطوراً كبيراً يضيف إلى رصيد الإسهام الإنساني للصناعة في العالم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إننا جميعاً في محل فخر بمسيرة أمتنا المصرية في عهد سيادتكم نفخر بما قدمته سواعد المصريين وأنجزته إرادتهم ورغم كل التحديات والصعاب فإننا ماضون مع سيادتكم في طريق البناء والبقاء مصر، مصر التي واجهت وشعبها العالم كله من أجل استعادة مقوناتها ومقدراتها قادرة، قادرة وبإذن الله وبقيادتكم في بناء جمهوريتها الجديدة دولة ديمقراطية حديثة طريق بنا وبأحلامنا وبما قدمته سيادتكم من عمل وجهد